السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الأخنس ابن شريق الثقافي من وجهاء العرب وساداتهم وكان حلوى الكلام حلوى المنظر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يجالسه وقال له إني لأحبك ويحلف بالله على ذلك وكان منافقا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاب وبعد أن تولى الأخنس وخرج من المدينة قصد قرية من كرة المسلمين فأحرك زرعهم وقتل موايشيهم فأنزل الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرخ والنسل والله لا يحب الفساد وإذا خرج من عندك أيها الرسول جد ونشط في الأرض ليفسد فيها فأظهر ما كان قد أخفى من نفاق وإفساد والفساد هو خروج الشيء عن الاعتدال والاستقامة قليلا وعكسه الصلاح وانظر إلى المفسد وهو يفسد ظن أنه وحده هو المستفيد لكنه كما أفسد لغيره فغيره له يفسد وأوجه الفساد كثيرة من قتل وتخريب وإشاعة الفوضى والأكاذيب هذا هو عمل المنافق وسلوكه الفساد والإفساد والإهلاك فيطلف زروع الناس وثمارهم ويقتل مواشيهم بل ويطلف كل ما يقع تحت يديه مما به تقوم الحياة والأحياء وكل من أهلك الحرث والنسل استحق الملامة إلى يوم القيامة والله لا يحب الفساد ويبغض العبد المفسد ولا يرضى عنه فليحذر المفسدون من غضب الله وعقابه ليس العبرة بالتجمل في القول وإنما العبرة بالعمل جزاكم الله خيرا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر